يستخدم الأولومنيوم على نطاق واسع في العديد من الاستخدامات اليومية فيستخدم في أدوات المائدة وفي علب العصائر والمياه الغازية وفي تغليف الأطعمات وفي المواد البنائية وأيضا في وسائل المواصلات والدراجات والقطارات والطائرات ويصر الأولومنيوم دائما بمظهر لامع وكأنه لا يصدأ ولا يتآكل ويرجع استخدام الأولومنيوم بهذه الكثرة إلى مجموعة من العناصر الممتازة التي يتمتع بها هذا العنصر وهي أنه متوفر كمعد كثافته قليلة جيد التوصيل للكهرباء ولا يتآكل ينتشر خام الأولومنيوم في القشرة الأرضية في الطمي كسيليكات الأولومنيوم وأيضا على هيئة خام الأولومنيوم البوكسايت والذي يتطلب كمية كبيرة من الطاقة لاستخراجه نظرا لنشاطه العالي ولهذا يتم إعادة تدوير الأولومنيوم عملية إعادة التدوير أقل تكلفة من عملية استخراج الخام وتنقيته الأولومنيوم معدن قوي إلا أنه يمكن ثنيه بسهولة بدون أن يتشقق والأولومنيوم يستخدم بكثرة في صناعة السبائك مثل إضافة نحاس إلى الأولومنيوم لعمل سبيكة النحاس والأولومنيوم والتي تكون بالغة الصلابة والتي تستخدم في إطارات النوافذ وبسبب كثافته القليلة أصبح هذا المعدن الخفيف هو المكون الرئيسي في وسائل المواصلات مثل الطائرات والدراجات والقطارات والسفن بمقارنة الأولومنيوم والنحاس في التوصيل الكهربي بناء على سمك سلك كل منهما فإن النحاس أفضل من الأولومنيوم في التوصيل ولو تمت المقارنة بناء على وزن السلك فإن الأولومنيوم سيكون أفضل بكل تأكيد وعلى ذلك فإن الأولومنيوم يستخدم في خطوط الضغط العالي كمواصل للطيار الكهربي الأولومنيوم لا يتأكل أو يصدأ ويرجع ذلك إلى تكوين طبقة رقيقة جدا من أكسيد الأولمونيوم الغير مسامية والغير ناشطة كيميائيا والتي تسبب في عزل الأولمونيوم عن عوامل التآكل مثل بخار الماء والرطوبة بمقارنة أكسيد الأولمونيوم مع أكسيد الحديديك نجد أن طبقة أكسيد الحديديك تكون غير حامية للحديد حيث إنها مسامية ومنفذة لجذيئات الماء والتي تصل بسهولة إلى الحديد يتسبب له تآكل بصورة أعمق